اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك لالذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك ولا الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا ربي بك عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما آت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلوا به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي أدعو لا أدعو غيره الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إليه وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا دنبلي فربي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء إليك مترعا والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحة وأبواب الدعاء إليك للصارخين مفتوحا وأعلم أنك للراجين بموضع إجابة وللملهوفين بمرصد إغاثة وأن في اللهف إلى جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وأن الراحل إليك قريب المسافة وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسلي من غير استحقاق لاستماعك مني ولا استيجاب لعفوك عني بل لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك ولجأي إلى الإيمان بتوحيدك ويقيني بمعرفتك مني ألا رب لي غيرك ولا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم أنت القائل وقولك حاق ووعدك صيب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكم رحيما وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنني رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه ربي أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه أدعوك يا ربي راهبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي فزيع وإذا رأيت كرمك طميع فإن عفوت فخير راحي وإن عذبت فغير ظالم حجتي يا الله في جرأتي على مسألتك مع إتياني ما تكره جودك وكرمك وعدتي في شدتي مع قلة حيائي رأفتك ورحمتك وقد رجوت ألا تخيب بين ذيني وذيني منيتي فحقق رجائي واسمع دعائي واسمع دعائي يا خير من دعاه داع وأفضل من رجاه راع عظم يا سيدي أملي وساء عملي فأعطني من عفوك بمقدار أملي ولا تؤاخذني بأسوأ عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين وأنا يا سيدي عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت من الصفح عن من أحسن بك ظن وما أنا يا ربي وما خطريني هبني بفضلك وتصدق علي بعفوك أي ربي جللني بستريك وعفو عن توبيخي بكرمي وجهك فلو اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته لا لأنك أهون الناظرين إليك وأخف المطلعين علىك بل لأنك يا ربي خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين ستار العيوب غفار الذنوب علام الغيوب تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك فلك الحمد على حلمك وعلى عفوك بعد قدرتك ويحملني ويجرئني على معصيتك حلهك عني ويدعوني إلى قلة الحياء سترك علي ويسرعني إلى التوثب على محارمك معرفتي بسعة رحمتك وعظيم عفوك يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا عظيم المان يا قديم الإحسان أين سترك الجميل أين عفوك الجليل أين فرجك القريب أين غياثك السريع أين رحمتك الواسعة أين عطاياك الفاضلة أين مواهبك الهنيعة أين صمائعك السنية أين فضلك العظيم أين منك الجسيم أين إحسانك القديم أين كرمك يا كريم به وبمحمد وآل محمد فاستنقذني وبرحمتك وبرحمتك فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كرما فما ندري ما نشكر أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر أم عظيم ما أبليت وأوليت أم كثير ما منه نجيت وعافيت يا حبيب من تحبب إليك ويا قرة عين من لا ذبك وانقطع إليك أنت المحسن ونحن المسيئون فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك وأي جهل يا رب لا يسعه وجودك أو أي زمان أطول من أناتك وما قدر أعمالنا في جنب نعمك وكيف نستكثر أعمالا نقابل بها كرماك بل كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفراء يا باصط اليدين بالرحمة فوعزتك يا سيدي لو نهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لمن تهى إلي من المعرفة بجودك وكرمك وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء ولا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في أمرك ولا تضاد في حكمك ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك لك الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين يا رب هذا مقام من لا ذبك واستجعار بكرمك وألف إحسانك ونعمك وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة أفتراك يا رب تخلف ظنوننا أو تخيب آمالنا كلا يا كريم فليس هذا ظننا بك ولا هذا فيك طمعنا يا رب إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا إن لنا فيك رجاء عظيما أصيناك ونحن نرجو أن تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا ولكن علمك فينا ولكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك حثنا على الرغبة إليك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك فأنت أهل أن تجود علينا وعلى المذنبين بفضل ساعتك فامنن علينا بما أنت أهله وجد علينا فإنا محتاجون إلى نيلك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنينا وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك تتحبب إلينا بالنعام ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاع ولم يزال ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنع كذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا بآلائك فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا تقدست أسماءك تقدست أسماءك وجل ثناءك وكرم صنائعك وفعالك أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي فالعفو العفو 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 سيدي 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 اللهم اشغلنا بذكرك وأعدنا من صخطك وأجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك وأنعم علينا من فضلك وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته إنك قريب مجيء وارزقنا عملا بطاعتك وتوفنا على ملتك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيان صغيرا اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا ذكرنا وأنخانا صغيرنا وكبيرنا حرنا ومملكنا كذب العادلون بالله وظلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا اللهم صل على محمد وآل محمد واختمني بخير وكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي ولا تصلت علي من لا يرحمني واجعل علي منك واقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة اللهم تب علي حتى لا أعصيك وألهمني الخير والعمل به وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين اللهم إني كلما قلت قد تهيأت وتعبأت وقمت للصلاة بين يديك وناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أنا صليت وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي بلية أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طرتني وعن خدمتك محيتني أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعدتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني فإن عفوت يا ربي فطالما عفوت عن المذنبين قبلي لأن كرمك أي ربي يجل عن مكافات المقصرين وأنا عائد بفضلك هارب منك إليك متنجز ما وعدت به من الصفح عن من أحسن بك ظن إلهي أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بعملي أو أن تستزلني بخطيئتي وما أنا يا سيدي وما خطري هبني بفضلك سيدي وتصدق علي بعفوك وجللني بستريك واعفو عن توبيخي بكرم وجهك سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علمته وأنا الضال الذي هديته وأنا الوضيع الذي رفعته وأنا الخائف الذي آمنته والجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعار الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي قويته والذليل الذي أعززته والسقيم الذي شفيته والسائل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته والخاطئ الذي أقلته وأنا القليل الذي كثرته والمستضعف الذي نصرته وأنا الطريد الذي آويته أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملاء أنا صاحب الدواء العظمى أنا الذي على سيده اشترى أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشاة أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى أنا الذي أمهلتني فمرعويت وسترت علي فما استحييت وعملت بالمعاصي فتعديت وأسقطني من عينك فما بالي فبحلمك أمهلتني وبسترك سترتني حتى كأنك أغفلتني ومن عقوبات المعاصي جنبتني حتى كأنك استحييتني إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحل ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرف ولا لوعيدك متهاون لكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك وخالفتك بجهدي فالآن من عذابك من يستنقضني ومن أيدي الخصماء غدان من يخلصني وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك عني فوأسف على ما أحصى كتابك من عملي الذي لولا ما أرجو من كرمك وسعتي رحمتك ونهيك إياي عن القنوط لقنات عندما أتذكرها يا خير من دعاه دا وأفضل من رجاه راك اللهم بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبحبي للنبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك فلا توحش استئناس إيماني ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا وإنا آمنا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا وثبت رجاءك في صدورنا ولا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فوعزتك لو انتهرتني من بابك فوعزتك لو انتهرتني ما برحت من بابك ولا كففت عن تملقك لما ألهم قلبي يا سيدي من المعرفة بكرمك وسعتي رحمتي إلى من يذهب العبد إلا إلى مولاه وإلى من يلتجء المخلوق إلا إلى خالقه إلهي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين الأشهاد ودللت على فضائحي عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت بيني وبين الأبرار ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفوعان ولا خرج حبك من قلبي أنا لا أنسى أياديك عندي وسترك علي في دار الدنيا سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك وخاتب النبيين محمد صلى الله عليه وآله وانقلني إلى درجة التوبة إليك وأعني بالبكاء على نفسي فقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري فمن يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي إلى قبري إلى قبري لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي وما لي لا أبكي ولا أدري إلى ما يكون مصيري وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وقد خفقت عن دراسي أجنحة الموت فما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي أبكي لظلبتي قبري أبكي لضيق لحدي أبكي لسؤال منكر ونكير إيامي أبكي لحدي أبكي لخروجي من قبري عريانا دليلا حاملا ثقلي على ظهري أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغني وجوه يومئذ مسفرا ضاحكة مستبشرا ووجوه يومئذ عليها غبرا ترهقها قترة ودلا سيدي عليك معولي ومعتمدي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي تصيب برحمتك من تشاء وتهدي بكرامتك من تحب فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الحمد على بسط لساني أفبلساني هذا الكان أشكرك أم بغاية جهدي في عملي أرضيك وما قدر لساني يا رب في جنب شكرك وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك إلهي إن جودك بسط أملي وشكرك قبل عملي سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي وقد ساقني إليك أملي وعليك يا واحدي عكفات همتي وفيما عندك انبسطات رغبتي ولك خالص رجائي وخوفي وبك أنست محبتي وإليك ألقيت بيدي وبحبل طاعتك مددت رهبتي يا مولاي بذكرك عاش قلبي وبمناجاتك برت ألم الخوف عني فيا مولاي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فرق بيني وبين ذنبي المانع لي من لزوم طاعتك فإنما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك الذي أوجبته على نفسك من الرأفة والرحمة فالأمر لك وحدك لا شريك لك والخلق كلهم عيالك وفي قبضتك وكل شيء خاضع لك تبارك يا رب العالمين إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي وكل عن جوابك لساني وطاش عند سؤالك إيايا لبي فيا عظيم رجائي لا تخيبني إذا اشتدت خاقتي ولا تردني لجهلي ولا تمنعني لقلة صبري أعطني لفقري وارحمني لضعفي سيدي عليك معتمدي ومعولي ورجائي وتوكلي وبرحمتك تعلقي وبفنائك أحط رحلي وبجودك أقصد طلبتي وبكرمك أي ربي أستفتح دعائي ولديك أرجو فاقتي وبغناك أجبر عيلتي وتحت ظل عفوك قيامي وإلى جودك وكرمك أرفع بصري وإلى معروفك أديم نظري فلا تحرقني فلا تحرقني بالنار وأنت موضع أملي ولا تسكني الهاوية فإنك قرة عيني يا سيدي لا تكذب ظني بإحسانك ومعروفك فإنك ثقتي ولا تحرمني ثوابك فإنك العارف بفقري إلهي إن كان قد دنى أجلي ولم يقربني منك عملي فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل على لي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعاف وإن عذبت فمن أعدل منك في الحق إرحم في هذه الدنيا غربتي وعند الموت غربتي وفي القبر وحدتي وفي اللحدي وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي واغفر لي ما خفي على الآدمين من عملي وأدم لي ما به سترتني وارحمني صريعا على الفراش تقلبني أيدي أحبتي وتفضل علي ممدودا على المغتس ليقلبني صالح جيرتي وتحنن علي محمولا قد تناول الأقرباء أطراف جنازتي وجد علي منقولا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي حتى لا أستأنس بغيرك يا سيدي إن وكلتني إلى نفسي هلاكت سيدي فبمن أستغيث إن لم تقلني عثرتي فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي وإلى من ألتجو إن لم تنفس كربتي سيدي من لي ومن يرحمني إن لم ترحمني وفضل من أؤمن إن عدمت فضلك يوم فاقتي وإلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي سيدي لا تعدبني وأنا أرجوك إلهي حقق رجائي وآمن خوفي فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوا سيدي أنا أسألك ما لا أستحق وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة فاغفر لي وألبسني من نظرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وصفح عظيم وتجاوز كريم إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك وعلى الجاحدين بربوبيتك فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر إليك تباركت وتعالي يا رب العالمي سيدي عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك يقرع باب إحسانك بدعائه ويستعطف جميل نظرك بمكنون رجائه فلا تارض بوجهك الكريم عني وقبل مني ما أقول فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو ألا تردني معرفة مني برحمتك ورأفتك إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل ولا ينقسك نائل أنت كما تقول وفوق ما نقول اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون يا خير من سؤل وأجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهلي حزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عملا وأتممت عليه نعمتك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السنور وأسبغ الكرامة وأتم العيش إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياءا ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا واجعلني لك من الخاشعين اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطان وقرة العين في الأهل والمال والولاد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدان والسلامة في الدين واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارزقني رزقاً واسعاً من فضلك الواسع واصرف عني يا سيد الأسوى واقضي عني الدين والظلامات حتى لا أتأذى بشيء منه وخذ عني بأسماعي وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وحقق ظني وفرح قلبي واجعلني من همي وكربي فرجاً ومخرجاً واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخلني الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته إلهي وسيدي وعزتك وجلالك لئن طالبتني بذلوبي لأطالب النكا بعفوك ولئن طالبتني بلغبي لأطالب النكا بكرمك ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته فبمن يستغيث المسيح إلهي إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حفاً لك وخشية منك وتصديقاً بكتابك وإيماناً بك وفرقاً منك وشوقاً إليك يا ذا الجلال والإكرام حبب إلي إطاءك وأحبب لطائي واجعلني في إطاءك الراحة والفرج والكرام اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي واخد به سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم واختم عملي لأحسنه واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك وأعني على صالح ما أعطيتني وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنفدتني من يا رب العالمين اللهم إني أسألك إيماناً لا أجل له دون إقاءك أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثتني عليه وأبرق قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصاً لك اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهمان في حكمك وفقهان في علمك وكفلين من رحمتك وورعاً يحجزني عن معاصيك وغيط وجهي بنورك واجعل ربتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله اللهم إني أعوذ بك من الكزل والفشل والهم والجهن والبخل والغفلة والمسوى والمسكنة والفقر والفاقة وكل بنية والفواحش ما ظهر منها وما بطان وأعوذ بك من نفس لا تقنى وبطنين لا يشفى وقلبين لا يخشى ودعاء لا يسمى وعمل لا ينفى وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم اللهم إنه لا يجيرني منك أحا ولا أجد من دونك أم التحتا فلا تجعل نفسي في شيء من عذاب ولا تردني بهلكة ولا تردني بعذاب يليم اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع درجتي وحط وزري ولا تذكرني بخطيئتي واجعل ثواب مجلسي وثواب منطقي وثواب دعائي رضاك والجنة وأعطني يا جميع ما سألتك وزدني من فضلك إنا إني إليك راغي يا رب العالمين اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفوى عن من ظلمك وقد ظلمنا أنفسنا فاعفو عنا فإنك أولى بذلك منا وأمرتنا أن لا نرد سائل عن أبوابنا وقد جئت كسائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا ونحن أرضاء فأعتك رقابنا من النار يا مفزعي عند كربتي ويا ضوثي عند شدتي إليك فزيع وبك استفاد ولد لا ألود بسوار ولا أطلب الفرج إلا مني فأبثني وفرج عني يا من يكبت الأسير يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير إنك أنت الرحيم الغفور اللهم إني يسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيفني إلا ما كتبتني وردني من العيش بما قسمتني يا أرحم الراحمين اشتركوا في القناة أجعل أيضا أشهد مع معاقات أشهد مع معاقات وفرج عن إليك